أهلا بكم يترقب العالم الليلة قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ظل تسجيل التضخم مستويات تاريخية لتداعياته على الاقتصاد والأسواق العالمية ومنها الأردن لارتباط سعر صرف الدينار بالدولار الأمريكي رؤية حاورت الخبير الاقتصادي دكتور محمد الرواجدة حول أسعار الفائدة في الأردن وانعكاسه على الاقتصاد والاستثمار في ضوء قرار الفدرالي الأمريكي المرتقب معدل التضخم في الولايات المتحدة هو الأعلى منذ 40 عاماً اليوم 8.6% ورفعت سعر الفائدة خلال الشهر الماضي لم تؤثر كثيراً بمعدل التضخم داخل الولايات المتحدة بالعكس التضخم مستمر في الارتفاع وهناك سنامي بارتفاع الأسعار أسعار المواد الغذائية أسعار النفط السيول الكبيرة داخل السوق الأمريكي وبالتالي الفدرالي الأمريكي يختار أسلوب جديد على وهو رفع أسعار الفوائد حتى يضبط التضخم البنك المركزي الأردني اتجاهاته معروفة وهي متوقعة أن يقوم برفع سعر الفائدة على الدينار بمقدار نفس الرفع على الدولار يعني إذا رفع البنك المركزي الفدرالي نصف نقطة إحنا سنرفع نصف نقطة وهذه المرة الثالثة التي سيرفع فيها البنك المركزي أنا أتفهم قرار البنك المركزي أنه يريد أن يحافظ على جاذبية الدينار وأن يبقى الهامش بين سعر الفائدة على الدينار وسعر الفائدة على الدولار جاذب للمودع وجاذب للمستثمر بحيث يبقى الطلب على الدينار في أوجه أن رفع سعر الفائدة سيترتب عليه كلفة إضافية على النشاط الاقتصادي كلفة على الاقتراض وبالتالي هذه الكلفة ستحد من النمو الاقتصادي وأيضا سيحرمنا من بعض الاستثمارات الأجنبية والتدفقات المالية كيف ذلك؟ الأموال الساخنة والصناديق المالية ستتجه إلى الولايات المتحدة ستتجه إلى الدولار بحيث يتم الإداع بالدولار وتدخل استثمارات أجنبية على الدولار بحيث يستفيد من سعر الفائدة على الدولار وبالتالي أنا لن أستفيد كثيرا من هذا المضوع والمنطقة العربية لن تستفيد كثيرا من ذلك الأمر الآخر سعر الفائدة وارتفاع الاستمرار المستمر في رفع سعر الفائدة سيكون تأثيره كالزلزال على الاقتصاد الأردني سيكون زلزال على النمو الاقتصادي المحلي وبالتالي ليس سهلا أبدا أن نستوعب ككلفة إقراض مرتفعة وكلفة تمويل مرتفعة والحد من النشاط الاقتصادي هذا كله سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الأردني فكرة رسوم استخدام الطرق عادت إلى الواجهة من جديد بعدما تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي للعشر سنوات المقبلة هذه التوصية حيث طلبت الحكومة مع البنك الدولي في وقت سابق دراسة هذا المقترح بتقييم جدوى تطبيقه على 14 طريقا رئيسيا حيث اقترحت دراسة البنك الدولي الصادرة في 2019 رسوما على استخدام هذه الطرق للركاب والشاحنات ولكن لم يبت في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر وفي متابعة لتوصيات فرض رسوم على استخدام الطرق رئيسية وحيوية في الأردن وفقا لدراسة البنك الدولي ومدى جهزية الأردن لتطبيق هذا المقترح ينضم إلينا من عمان وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أهلا بك سيد جميل يعني بداية فكرة رسوم على الطريق السريع في الأردن هو مقترح قديم ولكن لم يرى النور لماذا؟ في الواقع خلينا نعرف أن الأردن يملك شبكة طرق جيدة وذات امتداد جغرافي جيد وهذه الشبكة طبعا تساهم بشكل كبير في تطوير قطاع النقل ورفع كفاءته ووجود أو إيجاد أي طرق جديدة أو رفع كفاءة الطرق الحالية سيساهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع ورفع كفاءته إضافة إلى ما يترتب بعد ذلك من ازدحامات وحوادث مرورية موضوع فرض الرسوم في الواقع هي فكرة قديمة درست أكثر من مرة ولكن حسب المقترح اللي موجود حاليا هو غير واضح هل هو سيكون هناك سيتم بناء طرق جديدة سيسم استخدامها كبديل للطرق الحالية وبالتالي يتم فرض الرسوم على الطرق الجديدة أم أنه سيتم فقط فرض رسوم على الطرق الحالية نعم فكرة إنشاء طرق طبعا جديدة وفرض رسوم عليها أنا أعتقد فكرة جيدة وهي مطبقة في كثير من دول العالم ويمكن تمويلها يكون بالشراكة طبعا مع القطاع الخاص معليك يعني هي معليك مطبقة في الكثير من الدول ولكن هل يمكن تطبيقها هنا في الأردن؟ يعني هل الطرق مهيئة مجهزة؟ هذا هو السؤال الآخر أي فكرة من هذا القبيل يجب أنها تدرس بعناية من حيث أول شيء وجود مساحات الأراضي الكافية وإحنا نعرف معظم مدننا يعني مكتظة وعندنا شبكة طرق جيدة وإذا يجب دراسة هذا الموضوع أول شيء من ناحية الإمكانيات على أرض الواقع وكذلك من ناحية التكلفة والتمويل أنا أعتقد أنه لا يوجد أمام الحكومة خيارات كثيرة في بناء مثل هذه ما عليك بشكل سريع حاليك إذا تكرمت لضيق الوقت يعني هل هناك إمكانية أيضا لتكون هناك طرق بديلة لطرق السريعة؟ يعني اللي ما بده يروح في الطريق السريع بيقدر يروح الطريق البديل ويكون نفس الوقت ما يأخذ منه وقت أكثر أكيد أكيد إحنا مهيئين لهذا الإشي؟ فيه تمويل؟ يعني لطفا لا هو يمكن موضوع التمويل إذا ما اطرقنا إله هو يمكن يتم بالشراكة مع القطاع الخاص وكثير من الدول لجأت القطاع الخاص في بناء الطرق وصيانته وإدامته مقابل استفاء مثل هذه الرسوم لكن الفكرة إذا كانت مطروحة هي فقط استفاء الرسوم على الطرق الحالية أعتقد هذا سيشكل طبعا عبء على المواطن وسيؤدي بالنهاية كذلك أن المواطن لن يسلك الطرق الحالية سيلجأ إلى طرق بديلة التي سيتسبب في مشاكل للصيانة وازدحامات مرورية للطرق البديلة التي سيسلكها المواطنين في حال استفاء الرسوم على الطرق الحالية يعني هذا المقترح جاء في وقت يعاني فيها المواطن من ارتفاع أسعار ومحدودية الدخل وكما تفضلت حضرتك طب كيف يمكن لهذا المشروع أن يرى النور في ظل هذه الظروف التي نعيش فيها مثل ما حكيت يعني في البداية المشروع يمكن نفكر في بدائل لهذه المشاريع البديل الأول اللي لازم نفكر فيه وخصوصا بدل الطرق وهي إنشاء الشبكة الوطنية للسكاك الحديدية على المحاور الرئيسية لعملية النقل في الأردن اللي هذه بتوفر علي بناء طرق بتوفر صيانة الطرق بتوفر طاقة بتوفر ازدحامات بتوفر حد من الحوادث هذه النقطة والنقطة الأخرى لا بد من التفكير كذلك في الحد من استخدام السيارات الخاصة والحد من استخدام السيارات الخاصة يتطلب تطوير النقل العام حتى إنه أخفف من استخدام السيارات الخاصة وبالنهاية أنا مش بحاجة لبناء طرق جديدة وصيانة هذه الطرق في المستقبل نعم وزير النقل الأسبق جميل بجاهد كنت معنا على الهواء مباشرة شكرا جزيلا لك بهدف تخفيف من أثار الارتفاع المستمر بأسعار المحروقات عالميا قررت الحكومة تخصيص مبلغ 30 مليون دينار ضمن صندوق لدعم الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الطالب الفقير وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل شبول قال إن عدد المستفيدين من صندوق 220 ألف أسرة و74 ألف طالب وطالبة وأن القرار يشمل تقديم دعم لحفلات النقل العام للركاب وسيارات السرفيس وأعلن أن مبالغ الدعم للمستفيدين ستضاف شهريا على مداء الأشهر الستة المقبلة وجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني وزير المالية الدكتور محمد العسعس لعمل المناقلات اللازمة في الموازنة العامة 2022 حسب الوصول لتوفير المبلغ اللازم لهذا الدعم